موسيقى بعد عام على مواجهة تفشي الجائحة تعود المنطقة إلى الانتعاش والنمو لكن مسار التعافي لا يزال طويلا متعرجا ومرهونا بنشر اللقاحات وبالحيز المتاح في السياسات الاقتصادية كما تبقى الأولوية القصوى لدى صانعي القرار إنقاذ حياة المواطنين والمحافظة على موارد رزقهم ويبقى التصدي السريع للتحديات والتحولات السبيل الأنجع لبناء غد أفضل ورسم مستقبل أكثر احتواء واستدامة يعتمد التعافي إلى حد كبير على نشر لقاحات كوفيد-19 وقد برز تبين ملحوظ في توزيعها بين بلدان المنطقة فتسريع عمليات التلقيح سوف يؤمن دفعا إضافيا للنمو بحوالي 1% بحلول العام 2022 وتقوم حاليا بعض دول مجلس تعاون الخليجي والمغرب بتوزيع ونواسع للقاحات غير أن بلدان أخرى لسيما تلك المنخفطة الدخل قد لا تصل إلى مرحلة التغطية الشاملة للقاحات قبل العام 2023 وقد يتسبب ذلك إلى جانب عدم اليقين بشأن مسار الوباء بالتأثير السلبي على الأفاق الاقتصادية وتأخر عملية التعافي لقد ساهم التحسن في أفاق الاقتصاد العالمي الذي فاق التوقعات والاستجابات القوية على مستوى السياسات الاقتصادية في تعزيز التعافي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ومع ذلك فأن الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات تواجه مسارا دقيقا بصفة خاصة نتيجة بطء نشر اللقاحات وضعف الدعم من السياسات وحالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي بالإضافة إلى ذلك خفضت الاقتصادات المعتمدة على السياحة من توقعاتها لنمو الناتج المحلي في العام 2021 مع احتمال امتداد أسار الأزمة على هذه الاقتصادات وفي الوقت عينه تواصل أسعار النفط تعافيها للوصول إلى مستويات مقبل الأزمة ومع ارتفاع فرص الحصول على اللقاحات وازدياد الحيز المتاح من السياسات سوف تتحسن الأفاق المتوقعة للبدان مصدرا للنفط على الرغم من أن تخفضات الإنتاج ستؤثر سلبا لبعض الوقت على الناتج المحلي النفطي وأخيرا يتوقع أن تتعافى هذا العام البلدان التي قدمت دعما ماليا كبيرا في بداية تفشي الوباء والعودة إلى مستويات الناتج المحلي التي كانت سائدة قبل الوباء أما بالنسبة للبلدان الأخرى فقد تستغرق عملية تعافيها وقتا أطول إن تبدل الأوضاع في الأسواق المالية العالمية قد يجدد الضغوط على تدفقات رؤوس الأموال ويزيد من صعوبة الحصول على التمويل الخارجي وإعادة تمويل الديون وخاصة بالنسبة للأسواق الناشئة التي تعاني من مستويات مرتفعة في الدين العام كما أن إنهاء تدابير الدعم الاستثنائية قبل أوانها قد يعيق عملية تعافي القطاع الخاص ويهدد من خطر حدوث حالات إفلاس وارتفاع البطالة وازدياد حجم القروض المتعسرة تكمن الأوروية القصوى في تأمين فرص الحصول على اللقاح ودعم أنظمة الصحة العامة فسياسة إدارة اللقاحات هي أيضا في صلب السياسات الاقتصادية والتعاون الإقليمي والدولي يمكن أن يلعب دورا حيويا في هذا المضمار ومن الأولويات الأخرى الحفاظ على مرونة الدعم المقدم وكفاءة ودقة توجيهه في ظل أجواء استثنائية من عدم اليقين وتضاؤل حيز السياسات العامة أو تحقيق التوازن السليم بين تشجيع التعافي وضمان بقاء مستويات الدين في حدود مستدامة تقوية شبكات الأمان الاجتماعي وأعطاء الأولوية لجهود مكافحة الفساد للحد من الفقر وعدم المساواة ويمكن للتحول الرقمي أن يساعد في هذين المجالين خيرا وليس آخرا الاستعانة ببرامج التعافي الاقتصادي للمساعدة في تخفيف وطأة المتغيرات المناخية مثل نقص المياه ومن شأن التحول إلى الاقتصاد الأخضر أن يوفر للمنطقة فرصا مهمة في التوزيف وفي الاستثمار إن صندوق النقد الدولي الذي قدم للمنطقة منذ بداية الأزمة تمويلا جديدا قدره 17 مليار دولار سيواصل دعم المنطقة في هذه الظروف الاستثنائية والصعبة اشتركوا في القناة